مجازر الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة لا تتوقف والأوضاع الإنسانية تزداد تأزما مع موجات نزوح جديدة تزامنت مع غارات على عدة مناطق خاصة في مدينة غزة إذ قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منطقة الهوى ومحيط الجامعات والصناعة والرمال في غزة بالتزامن مع تقدم آلياته تجاه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة خلف الجامعات في محيط مقر وزارة الأسرة والصناعة أيضا بعد تقدمها من محور الغربي ودوار الدحدوح في المقابل لا يوجد أي تقدم ملحوظ لآليات الاحتلال تجاه المناطق التي طالب بإخلائها أمس بما فيها البلدة القديمة وشارع إيافة وحي الدرج وحي التفاح قصف إسرائيلي أدى مجددا إلى حركة نزوح كبيرة في محيط منطقة الصناعة بل إن عشرات العائلات لا تعرف وجهتها وما تزال إما محاصرة وإما في الشوارع من دون مأول سيما في حي الصبر وأيضا تل الهوى تطورات تتزامن مع تواصل اجتياح الاحتلال لحي الشجاعية شرقا مدينة غزة منذ ما يقارب أسبوعين وخروج كل المستشفيات في مدينة غزة عن الخدمة بعد تهديدات الاحتلال ترجمة نانسي قنقر